قصة أخرى قريبة من هذه ومهمة أيضا مهمة لغاية رجل في هذه الأمة المحمدية كان حريصا على أن يصلي الجماعة أيها الإخوة في الصف الأول ولا تفوت تكبيرة الإحرام هذا شيء عظيم جدا جدا طبعا كما يحكى عن ابن المسيب أنه لم تفوته تكبيرة الإحرام خلف الإمام في الصف الأول 40 سنة سعيد ابن المسيب صهر أبي هريرة أحد فقهاء المدينة السبعة سيد التابعين رضو الله تعالى عليه 40 سنة صف الأول تكبيرة الإحرام شيء عجيب توفيق عجيب هذا التوفيق العجيب ليس الفعل التوفيق أن يوفق الإنسان أن يتابع العمر الصالح 40 سنة دون انخرام والله معجزة والله وأنا على مبار رسول الله معجزة معجز الأولياء اللهم أعطينا بعض هذه الكرمات يا رب لأن يتابع طاعتك على الوجه الذي يرضيك عننا ومنا بحيث ترضى عننا وترضينا يا كريم شيء عجيب يا أخواني فهذا الرجل يصلي في الصف الأول يدرك تكبيرة الإحرام فتأخر مرة سبحان الله حدث ذهو حادث تأخر فصلى في الصف الثاني الصف الثاني أو التالي يعني الثاني واعترته خجلة وانكسار خجلة وانكسار قال فلما أنست هذا من نفسي أنني خجلت وانكسرت علمت أن عبادتي كانت طيلت يعني طوال تلك السنين الفائتة مدغولة ليست صادقة لله يعني يلحظ بها الناس مستأنس كما نقول مستأنس غير مستوحش ومرتاح أنه يصلي والناس يرونه في الصف الأول ولا فتدخو الصلاة اليوم في الصف الأول صلى في الصف الثاني انكسر وخجل لماذا تخجل ينبغي ألا تخجل وألا تنكسر ينبغي فقط أن تحزن وتأسى على نفسك لأن الأجر فاتك أما أنني سرونك لا يرونك هذا لا يمكن أن يدخل في اعتبار الصالحين في اعتبار الصديقين في اعتبار الأبرار الكبار المقربين لا يمكن لأن العمل لله ليس للناس العمل لو كان كل حضور المسجد عميا هو سيصلي في الصف الأول دون أن يأذنوا به دون أن يلتفتوا إليه لأن هذا لله لكن نرى هذا الرجل موفق أيضا التفت إلى هذا من نفسه وعلم ستقول لي ما هو الدرس الدرس أنا أقول لكم نقع كلنا هكذا تقولي أنا أصليش في الصف الأول ولا أعمل أشياء ولا أنا مثل جريج لا 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 كلنا نقع في مثل هذه الأشياء ونحتاج إلى القاعدة والدرس تعرفون كيف صدقوني مثال أو مثالين وأن ننهي هذه الخطبة مثال الأول يجتهد أن يعتمر كل سنة وخاصة في رمضان وعمرا في رمضان كحج جميع حلو جميل اللهم موفقنا ووفقنا لكن لما أنت تماطل في أداء الدين الذي عليك لم أفهمك يا رجل وين الدين في عليك ديون يماطل بعدين الوضع صعب وروح يعتمر مدغول العبادة مدغولة ليست لله من أخوك الصغير من أخيك الصغير من غير تأكيد من غير تحريج عبادتك يا حبيبي مدغولة راجع نفسك هذه ليست لله أيهما أولى أن تقضي ما عليك من دين أو تتطوع بالعمرة لا الدين يا حبيبي الدين الدين لو لقيت الله تبارك وتعالى شهيدا مقتول مذووحا في المعركة من أجل رفعة كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وعليك دين تحبس على القنطرة تكون من أهل الأعراف ولا تدخل على الجنة حتى تسوي ما عليك من حقوق واضح؟ تبه فضل أو تروح تعتمر أو تتطوع بالحج أدد دين يا رجل لا بعض الناس أحمق من هذا حاشاكم وأعزكم الله بعض الناس يتوسع في الصدقات يبعث صدقات خاصة في رمضان صدقات هنا وهنا ولا يقضم عليه من دين نفس الشيء طيب في شيء أغمض من هذا انتبهوا يجب أن نكون فلاسفة فقهاء في هذه المسائل يجب أن نحازم أنفسنا أشد الحساب حتى يستوي عملنا على سكة الصدق والإخلاص لله فنكون من المقبولين ولو قبل أقله نجونا إن شاء الله تعالى لكن بهذا التخليط وهذا الغرور والدغل والجهل نحن ضيعين صح ضيعين وضيعنا أعمالنا أتعبنا حالنا يعني ما مثل هذا أغمض منه قليلا أغمض منه قليلا حين ينبعث الصدقة والتطوعات المالية يتحامى الذوين يتحامى الذوين يتحامى ذوي أولاد عمت أولاد خال أولاد أخو نعطي البرة طيب ليش هؤلاء الذوون هؤلاء الأقربون محتاجون أيضا منكسرون فقراء معويز محويج لماذا لا تعطيهم يقولك ما برتاحش أشعر أنني أرتاح حين أعطي الأغارب لا 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 أنت تعبد هواك هواك يحركك يا مسكين جاهل مسكين شيطان ربه شيطان لعنت الله على إبليس فيلسوف المعصية أكبر فيلسوف إضلان معصى إبليس نعنت الله عليه ولا حدا يقدر عليه إلا الموفق بتوفيق الله اللهم موفق يا رب وإلا الرجل ما شيء مخيف هذا اللعين هذا إبليس ها أنا لا أرتاح وأنت علمتنا وقلت لنا وغيرا قال إنه الإخلاص والإخلاص والني أنا ما برتاح يا أخي لا لا لماذا لا ترتاح فتش نفسك لا ترتاح لأنك حين تعطي القرابات والأحماء والأصهار والذوين في أموم الحالات هؤلاء لا يمدحون كثيرا لأنهم يعتبرون تقريبا ما تعطيهم من صدقات كالواجب عليك ما أنت لحم دم أنت صهر قريب أعطي يا رجل وإلا الله مرسع عليك صحيح وإن مدحوك اقتصدوا جدا في المدح وإلا في جزاق الله بارك الله بس أنت بدك من ولا بدك من الله يا رجل قال لي بس بس كلمتين يا رجل لكن لما يعطي الأغارب الذين لا ينتظروا منهم العطاء يبعثوا له مدونة قانونية ثلاث صفحات على الواتص أب وفا كذا وكذا وزوجتك وأبنائك وذريتك وأنت من الصالحين والله والله وبعدين يفضحوه في الناس ما شاء الله أعطانا وعملنا ويفرح وينشرح ويستأنس مسكين يا رجل عاملة الناصبة طيعت كل شيء شفتوا كيف اتغل عدم الفهم يعطي الأغارب ويتحام الأغارب ثم يرى أنهم متصدق لا يا رجل في صحيح مسلم قال عليه الصلاة وأفضل السلام دينار أنفقته في سبيل الله في الجهاد أحسن الجهاد ودينار وضعته في رقبة رقبة حررتها شاركت في تحريري ودينار تصدقت به على فقير في مسلم هذا ودينار أنفقته على أهلك أعظمها عند الله أجرا الذي أنفقته على أهلك طبعا يا حبيبي هناك ناس حتى بحب أن يعطي زوجته أولاده نعطي الأغارب الزوجة لا تريد أن تمدح وأنه صحيح يقول لك واجبك واجبك يا أبا فلان واجبي طيب لا تريد أن يمدح أولاده يمدحوه طبعا ممكن حتى يستقلون ما يعطي وما ينرون منه لكن الأغارب القليل الكثير عندهم النبي قال النبي نبهنا المعلم الأعظم طبعا إبليس المعلم الأكبر للشر ومحمد المعلم الأعظم الخير في تاريخ الدنيا كلها بطولها وعرضها واضح نبي قال لك أعظم دينار عند الله ليس تبع الجهاد ليس عطغ الرقبة ليس الفقاء المزاكين ليس همين اللي بتعطيه لأهلك مدام محتجينه أعظم دينار ولذلك في الصحيحين بل في الموطة بل عند أهل السنن من حديث سعد بن أبي وقص الصحيح جدا الذي في أخيره ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له أن مات بمكة في ضمن الحديث العظيم هذا الحديث سعد إنك أنتذر ورثك أغنياء إلى خره قال له ماذا وإنك يا سعد لا تنفق نفقة إلا أجرت بها حتى ما تجعله في فمرأتك في فمرأتك في ثانية يعني إيش اسم الأسماء الخمسة أو الستة في فيها قال له في في مرأتك يعني في فم مرأتك الله أكبر والحديث رواه الجماعة رواه الجماعة حتى اللي بتحطه في فم زوجتك تؤجر علي تؤجر علي واضح يا أخواني فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا بعيوب أنفسنا وأخاديعها ومداخلها ومخارجها حتى نكون في أمر عبادتنا وفي أمر تقرمي الله على بينا وعلى نور وبنور إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فاستغفروه ترجمة نانسي قنقر